وانا هقول لكم كواليس عن الجزئية دي بس خليه نسبع بقى رد الكابتن محمود الخطيب على النقاط اللي قالها الاتحاد في البيان المرسل لبعض الصحافين نروح نسبع الجزء ده من المؤتمر ونرجع مرة تاني ما حدث في ملف المباراة النهائية أمر غير عادل بالمرة وأيضا من أخفى خطاب التنظيم في اتحاد الكرة المصري أو اللي قام بتفعيل بعض البنود في خطاب التنظيم وحزف البند الخاص بالمباراة النهائية لدور الأبطال هذا الشخص أو هذا المسؤول باختصار شديد أضاع حق مصر قبل ما يكون أضاع حق النادي الأهلي فالسادة المسؤولين في اتحاد الكرة تحدثوا بكسافة في الإعلام خلال الفترة الماضية ودائما يتوقفوا عند نقطة واحدة إن النادي الأهلي لم يطلب تنظيم المباراة ولو كان طلب كانوا سينفزون رغبات طبعا حقيقة أمر غريب وأنا الحقيقة مش قادر ألاقي حاجة غير الابتسامة بس الابتسامة بس ولكن نادي الأهلي بيدرس كل الموضوع ما بيتكلمش عن خلال لوائح أولا لا يصح أن يردد المسؤولين في اتحاد الكرة كلام غير صحيح وكلام يتعارض مع اللوائح المسؤولين في اتحاد الكرة لكن يجب أن يكونوا عندهم دراية كبيرة بكل اللوائح وكلام يتعارض مع اللوائح وهم مسؤولين عن أدارة اللعبة في مصر سانيا المسؤول عن تقديم طلب التنظيم النادي ولا اتحاد الكرة بالتأكيد اتحاد الكرة البند وهيطلع لسيدتكم البند رقم 28 بتنظيم المباراة النهائية من لائحة دوري الأبطال والتي تسلمناها من الكاف قبل بدء المسابقة نصها نص البند كالآتي سيتم لعب الدور النهائي من مباراة واحدة فقط فقط في احدى الدول فقط في احدى الدول التي يتم اختيارها من الكافة احدى الدول هذا هو البند الذي نصه على إقامة المباراة باحدى الدول وليس باحد الأندية احدى الدول علما بان الحكومة المصرية اللي بشكرها جدا انها دايما بتساند استضافة بلدنا لكل الاحداث الرياضية الدولية وحريصة على ده فترة الأخيرة شاهدنا ما شاء الله تنظيم بطولة كتير جدا فالدولة المصرية بقيادة سياسية كمان حرصين على ده وحرصين ان مصر تتواجد في تنظيم احداث راضية كبرى لحاجات كتير جدا جدا سالسا كيف يتقدم نادي لإصدافة لإصدافة المباراة النهائية ممكن يخرج تاني ماتش على طول أول مباراة يخرج كيف يتقدم نادي لإصدافة المباراة النهائية وهو لا يضمن استكمال مشواره في البطولة بل من الممكن أن يخرج من الأدوار الأولى لا يوجد شيء مضمون في كرة القدم كرة القدم كرة ممكن فرقة تبقى ما شاء الله وعادي تطلع براءة تخسر ده طبيعي هي دي الكرة رابعا الدور النهائي يقام من مباراة واحدة منذ تلات سنوات في أفريقيا من ثلاث سنين في أفريقيا أتمنى أن يذكر اتحاد القرى نهاديا واحدا في كرة أفريقيا تقدم لإصدافة نهاية بطولة وضحت كابتل محمود الخطيب أولا بقوله ألف مليون سلام عليك كابتل محمود الخطيب لأنه في الحقيقة وضحت جدا عليه أنه يعني تعبان وزي ما هو صرح كده في المؤتمر لما حد سأله عن تطورات حالته الصحية هو مش بيسمع كلام الدكاترة في فترة أخيرة بسبب يعني الشغل والمسؤولية الكبيرة اللي هو يعني بيتحملها على مقعد رئاسة نادي كبير وعظيم زي النادي الأهلي فربنا يكون فعنه يشفيه وعافية رب وبالمناسبة برضو يعني مؤتمر حاجة أكثر من رائعة وشكل وتنظيم واحترافية وكل حاجة الحاجات دي مش هتشوفها غير في النادي الأهلي لا فيه بقى صد عالي ولا زعيق ولا تجاوزات ولا الكلام من ده الأهلي في الحقيقة مختلف يعني فتحيل كل القائمين على هذا المؤتمر برضو بالمناسبة